واحد واحد نهار قال لي قال لي علش خارجة أنا منك ما نخرش باش ما نخلعش الناس سلام واضح معكم فاطم الزارة غزاوي 60 جالي 29 سنة مغربية مستوى الدراسي خارجة من الخامس بجدائي بسبب مرض ديالي طابب مرض جيني نادر اللي هو غزيغوترما بيغمونتوزوم الجفاف الجلد المصطبغ اللي هو منه علينا نشوفه أشعات الشمس لأن الأشعات الشمس تسبب لنا حروق الجلدية وكتسبب لنا في خلايا سرطانية هاتش علاش كيسمي هنا بأطفال القمر حيث خرجنا نخرجه غير بالليل بداني المرض وانا عندي عامين الجسم ديالي بدأوا فيه حميرار في الكرش ديالي فوجهي وذلك الساعة هي فين بدأت الحياة القرثية ولكن ما ما كنتش نتقبل المرض ديالي حتى درت 16 عام من اللي كانت صغيرة حيش كنشوف والدية كي منعوني كنشوف التريري كي خرجوا كيمشوا للبحار أنا اللون صراحة حاليا ما كينش علاج إلا بغينا نخرجه خاصنا نديروا واحد الماسك اللي كي حمينا بالأشعات الشمس بالنسبة لهذا الماسك يحميني 100% هاتش كنخرج إلا تطريد مشي للطبيب إلا للضرورة يعني أنا ما كنخرج عادة خاصني نخرج غير بالليل لا بباراي هاتي كنحبر بي هالأشياء يهي ليقون ضروري من ليقون كل ساعة وخنكون فنطاد غينستعمل ليقون هاد الليقون توب خاص اللي ما كيدخلش الأشياء الشمس عندما تقدر ضغط أشياء الشمس تعرضت بزاف الانتقادات شغطو أنا صغيرة كان بعض الأمهات كيخبيوا عينين ولادهم باش ما يشوفونيش كيلي كيجي سالحداك وكيبدي يغوت كيكولك مالكي كان بزاف كان واحد واحد نهار قليا 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 اخي عراء أنا منك ما نخرش باش ما نخلعش الناس كان بزاف تعرضت الانتقادات ولكن الحمد لله هذه الانتقادات ما كيهمونيش لأن الله اللي اخلقنا وخاصنا نرضى وبشكل جينا كيف مكان كبير بالنسبة لي الأساتي دي الحمد لله كانوا كيتعاملوا معايا مزيان الأهل الجالي دي ما كيعطوني الطاقة الإيجابية ما كيحسونيش باللي أنا مريضة بالنسبة للمدرسة خرجت من الخامس بشي دائيني أنه بدك يددت علي الحال بديت كن دير عمليات دبع حاليا واصلة خمس وستين عمليات كنت درت عمليات على لساني قطعوا لي عمليات درت على عيني درت بزافة العمليات اليوم جيت وغاديندي لكم الروتين دي اليومي بالصيف دمننا يعجبكم نختاريس أني ندخل العالم بتواصل شي معي بش نعرف على المرض دي أنا المرض دي ما معروفش و الحمد لله كيوصلني مساج جدا من الأنس الكلمة اللي غاديين نقول الأباء اللي عندهم الأطفال المواصبين بهذا المرض ما تنسوش أنكم تطاهم الدعم المعناوي لأن الدعم المعناوي مهم بصاح بالنسبة لولادكم كانت تعرضوا للتنمر كانت تعرضوا للحويش خيبة في الزنقة كانت تعرضوا للمراد عاد الكتئاب عاد احنا معدناش مستقبل معدناش مثلا الخدمة قراية كم غير نقول للناس كاملين سوى مريض سوى صحيح ما تخليوا تشي حاجة خيبة تقطع عليكم يخليكم ديما ضحكين وناشطين وخليكم ديما أقوياء وطلعوا لي في رأسكم اشتركوا في القناة